لحظة احتضان الأم لطفلها الرضيع بعد الولادة ولحظة الرضاعة من أجمل اللحظات اللي ممكن تعيشها أي أم وفي مستشفى لطيفة نفتخر بأنها مستشفى صديقة للطفل من منظمة اليونسيف وعشر معايير محددة نطبقها لدعم الرضاعة الطبيعية من تدريب وتثقيف الأمهات وإنشاء عيادات للرضاعة لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية عزيزتي الأم، انتبهي لمجموعة من الحقائق على الرضاعة الطبيعية أولاً، المقاومة المكتسبة ضد الأمراض من حليب الأم ما في مثلها لأن حليب الأم يحتوي على أكثر من 100 مليون خلية بيضاء في الدم عشان تقتل المكروبات الضارة ثانياً، لابد من أرضاعة الطفل، بس رضاعة طبيعية خلال الست شهور الأولى فحليب الأم يحتوي على مجموعة كاملة من المكونات الغذائية ثالثاً، الرضاعة الطبيعية اتقلل من فرصة الإصابة بسرطان الثدي والمبايض رابعاً، الرضاعة الصناعية اتقلل من مناعة الطفل وتعرض لأمراض عديدة خامساً، ابقاء الطفل مع الأم في نفس الغرفة يساعد على استقرار النفسي والعاطفي وما في شك أن الأمومة شعور ممتع وعمل صعب في نفس الوقت فكل الأمهات يحتاجاً إلى الحصول على تغذية جيدة للعناية بأنفسهم عشان شذي، احرصي على تناول مجموعة متنوعة من الأغذية من خلال اختيار الأطعمة من الرفوف السفلية للهرم الغذائي شعور الأطفال بالجوع وتعلم طريقة الالتقام الصحيحة للثدي هي أمور جديدة تماماً بالنسبة للطفل ووايد من الأمهات ما عندهم معلومات كافية وخبرة في التعامل مع الأطفال الرضاة لذلك استشاريين رضاعة طبيعية في مستشفى لطيفة مستعدين لتثقيف جميع الأمهات المرضعات عن الرضاعة الطبيعية وبالشكل الصحيح وفي حال وجود أي استفسار عندك بإمكانك زيارة العيادة الخارجية أو عيادة استشاريين رضاعة طبيعية أو من خلال مجموعة دعم الرضاعة الطبيعية من الأم للأم أو التواصل من خلال الاستشارة الهاتفية اشتركوا في القناة